وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بَأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ لَمُوسِعُونَ يعني انظر دقة القرآن الكريم وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا انظر كلمة بَنَيْنَاهَا سبحان الله قديماً كانوا يستخدمون كلمة فضاء وحتى الآن اسمه سبيس علم الفضاء جميل وتبين أن هذه الكلمة خاطئة القرآن لم يستخدم كلمة الفضاء أبداً وعندما تبتعد المجرة عنها ماذا يصبح بالضوء؟ أصبح موجته أطول يتحول إلى اللون الأحمر لأن الضوء عبارة عن أمواج سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر هذا الكتاب النير بالنور هل يبشر آياته فيها الهدى أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر وخاتم الكتب التي من عند ربك بشر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر أهلاً ومرحباً بكم مشاهدي الكرام مع برنامجكم أنزله بعلمي ونرحب في هذه الحلقة كما تعودنا مع أستاذنا الباحث العلمي الدكتور عبدالدام كحيل سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شرف ربيكم في هذه الحلقات ونفع بكم التي يعني ما شاء الله تتحفنا فيها بعلمك ودعنا دكتور نبدأ دائماً كما يقال التخلية ثم التحلية بالأسئلة التي تتبادر لأذهان بعض المشككين عندما يقول وأقرأ أمس لبعضهم يقول هذا القرآن كلام أحد المشككين يقول هذا القرآن الذي بين أيديكم أيها المسلمون لم يأتي بجديد من الآيات الكونية هو جاء بما كان في عصره فقط فكيف نرد عملياً وعلمياً على مثل هذا الكلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحقيقة هذا السؤال يتكرر جداً ويطرح بخاصة من قبل بعض الملحدين نعم الذين يدعون أن القرآن امتزج بثقافة عصره في ذلك الوقت صحيح فلم يأتي بأي شيء جديد فيه إعجاز أو فيه شيء يدل على أن مصدره هو الله سبحانه وتعالى شككون في مصدرياته في كل شيء نعم الآن أنا دائماً أحب أن أجيب بالأمثلة والدلائل والوقائع جميل عندما في تقريباً قبل سبعين عاماً كان الناس يظنون أن الكون أزلي ثابت سبحان الله وجد هكذا وسيبقى هكذا حتى قام في النصف الأول من القرن الماضي قرن العشرين قام عالم اسمه وهبل أمريكي جميل باكتشاف عظيم جداً أهلا وهو أثبت أن الكون كان نقطة واحدة ثم انفجر كما يقول وبدأ يتوسع سبحان الله والتوسع لا زال حتى يومنا هذا الله أكبر نعم هذه نظرية الانفجار الكبير بيك بانك معروفة نعم نعم قرأنا عنها وبقيت مسيطرة تقريباً سبعين سنة نعم نعم حتى جاء القرن الحادي والعشرين طبعاً في البداية بدأ علماء الإعجاز يقولون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً رتقاً يعني سداً أو كتلة واحدة ففتقناهما فقالوا هذه هي نظرية الانفجار الكبير ولكن الحقيقة القرآن لا يقول بالانفجارات لأن الانفجار عشوائي ويولد الفوضى بينما نحن في الكون لا يوجد فوضى نعم صحيح هناك نظام صحيح القرآن أطلق مصطلحاً علمياً هو الرتق والفتق أيوة وماذا يعني هذا يا دكتور؟ نعم في القرن الحادي والعشرين تم اكتشاف أن نظرية الانفجار الكبير غير دقيقة سبحان الله وأن هذا المصطلح العلم خاطئ مم وهو موجود حتى الآن حتى الآن نعم 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 وجدوا أن الكون توسع بشكل مفاجئ ووفق قوانين الرياضيات والمعادلات الفيزيائية بدأ يتوسع يتوسع نعم وهذا التوسع شديد التنظيم يعني يقولون لك هناك ثابت كوني يتألف من واحد على واحد سبحان الله وبجانبه مئة وعشرين صفر سبحان الذي أنشاء إذن هناك نظام عبر عنه القرآن بقوله تعالى رتقاً الرتق والفتق هي عمليات منظمة سبحان الله سبحان الله إذن القرآن هنا يتفوق على العلم لماذا؟ لأنه يعطيك الحقيقة العلمية اليقينية بلبس دقيق نعم دعني أرى معك نعم حقيقة توسع الكون هنا عندما يقترب القطار أو يبتعد عنك أيوة ماذا تشعر بصوته؟ إذا كان يقترب تشعر أن الموجات الصوتية تنضغط صحيح ثم إذا ابتعد عنك هذه الأمواج تصبح أطول وبالتالي يصبح صوته أخشاً تقريباً هذه الظاهرة تنطبق على الضوء هي ما وجده العلماء في النجوم والمجرات البعيدة وجدوا أن هذه المجرات دائماً تنحرف نحو اللون الأحمر يعني يأتيك الضوء منحرفاً نحو اللون الأحمر مما يدل على أن طول اللون الأحمر موجته طويلة نعم وبالتالي فإن وجود هذا الانحراف يعني أن الجسم ماذا يبتعد عنك؟ هناك ابتعاد وجدوا كل المجرات المحيطة بنا تهرب باتجاه التوسع الكوني وهذا هو التوسع سبحان الله هذه الحقيقة عبر عنها القرآن بكلمة واحدة سبحان الله وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ لَمُوسِعُونَ يعني انظر دقة القرآن الكريم وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا انظر كلمة بَنَيْنَاهَا سبحان الله قديما كانوا يستخدمون كلمة فضاء وحتى الآن اسمه سبيس علم الفضاء جميل وتبين أن هذه الكلمة خاطئة سبحان الله القرآن لم يستخدم كلمة الفضاء أبدا لماذا دكتور؟ لأنه لا يوجد فضاء في الكون كله ممتلئ بناء كله ممتلئ وبناء محكم بناء محكم صحيح صحيح لذلك الله سبحانه وتعالى قال الله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء كله من أول القرآن إلى آخره لا يوجد شيء اسمه فضاء كله بناء الله أكبر وأحدث مصطلح كون الحقيقة يعني هذه المجرات التي نراها هي لبنات يسمونها لبنات البناء الكوني أنا يصعب علي يا دكتور الذي يجحد هذا الكلام ويجحد هذه القدرة الإلهية يعني بعد الأرقام لاحظك بتسمعها الواحد بيقشار جسده ويشعر بالرحم والهيبة أمام عظمة هذا الخلق فما بالك بالخلق تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون سبحان الله وبالتالي عندما نتتبع آيات الكون في القرآن نجدها لا تتطابق مع العلم بل تسبق العلم يعني مثلاً عندما عبر القرآن بكلمة أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقاً ففتقناهما تعبير تقيق مناسب للنسيج يعني الرتق نعم يكون للنسيج في اللغة وتبين أن الكون هو نسيج محكم أيضاً سبحان الله سبحان الله وبالتالي فإن هذه الحقائق يعني أنا كإنسان أريد أن أفكر بشكل علمي كيف تدعون أن القرآن لم يأتي بشيء جديد؟ إذا لماذا استخدمت أو وضعت كلمة بناء مع السماء الله أكبر قبل 1400 سنة واليوم العلماء يستخدمون مصطلح كوسميك بيلدينج أي البناء الكوني الله أكبر القرآن يقول والسماء بناءً هم يقولون كوسميك بيلدينج الله أكبر وابحث على الإنترنت إن أحبقت جميل جميل بتجد آلاف المقالات حول هذا الموضوع سبحان الله تمام تمام جميل دكتور الحقيقة المعلومات اللي قلتها لي أتوجه إلى كل مشاهد يسمعني أنت بنفسك وبعقلك تستطيع أن تميز لا أملك إلا أن أقول أمام هذه العجائب والحقائق التي ذكرت في هذا الجزء الأول من حلقتنا لا أملك إلا أن أقول كلام الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق صدق الله أنزله بعلمه أسمحنا دكتور في هذا السؤال يعني وأنا كما قلنا في بداية كل حلقة نمثل الوجه أو الطرف الآخر نعم نعم عندما ذكرت حضك في البارت الأول ووز الأول قوله تعالى كانت رتقا ففتقناهما نعم تبدر في ذهني يعني لماذا نقيد هذه الكلمات في الآيات الكريمة بهذا التفسير لربما يأتي بعد سنوات نظرية جديدة للكون فتكون النظرية القديمة نعم قدمت وليس لها معنى أمام نظرية جديدة أو اكتشاف جديد للكون فكيف يكون الرد ولماذا نضيق المعاني بهذا التفسير لا لا أبدا القرآن الكريم فيه ميز أنه متجدد ليس متجددا بكلماته بل بمعانيه سبحان الله يعني كلما اكتشف الآلم حقيقة علمية تجد إضافات للمعنى القديم للكلمة سبحان الله سنتحدث بلغة اللغة الكونية كويس الباحث بول ميلر من ألمانيا عندما اكتشف أن السجل الكوني ماذا قال؟ نعم قال إننا اليوم لا نشك أبدا أننا نرى بدايات الخيوط التي نسجت في أول خلق الكون لا إله إلا الله وقال نحن أثبتنا يعني بلغة الأرقام واحد زائد واحد ساوي اثنان أن حتى إن البحث الذي ألفه قال كيف حبكت خيوط المجرات في نسج الكون قال اللبز حبكت حبكت بالضبط ويف ويف ابحث في اللغة الإنجليزية يعني أحد المرات رسلني أحدهم قال والله إقشعر بدني عندما وضع على جوجل كلمة ويف الواردة في القرآن على فكرة مترجمة أمنت بالله فالله تعالى عندما يقول لك والسماء ذات الحبك ثم يأتي بآية للحديث عن بدايات خلق الكون يستخدم كلمات تدل على معنى الحبك الرطق والفتق معروف يعني سبحان الله ثم تأتي آيات لتؤكد هذا المعنى جميل ويتطور العلم أكثر ليصل إلى أن هذه الحقائق يقينية يعني مثلا توسع الكون نعم ثبت يقينا أن الكون يتوسع يعني الآن حقيقة ثابتة يقينية طبقت الحقيقة الثابتة كلام الله وأنظر إلى كلمة لموسعون فيها الاستمرارية نعم نعم يمكن أن نرى إذا أحببت فيديو فقط لنوضح للمشاهد الكريم كيف أصبحت حقيقة يقينية معنى دليل عمل يا دكتور نعم نعم يعني أنت عندما ترصد أي مجرة بعيدة وهذه قام بها العلماء سوف تجد أن هذه المجرة تعطيك طيف من الألوان كما نرى أمامنا تبدأ من اللون البنفسجي ذي الموجة القصيرة إلى الأحمر هو أطولها انظر ألوان الطيف الضوء السبعة أه اللون الأحمر أطوله ماذا يدل على انحراف نحو اللون الأزرق وعندما تبتعد المجرة عنه ماذا يصبح بالضوء تصبح موجته أطول يتحول إلى اللون الأحمر لأن الضوء عبارة عن أمواج تراها بالتلسكوب وتراها على الكمبيوتر وتقيسها بالأرقام لم يعد هناك مجال لتقول يعني أن هذه الحقيقة يمكن أن تتغير أو يمكن أن تتطور ويضاف لها معاني جديدة وسوف نجدها في القرآن جميل لكن هذه ثبتت لذلك القرآن استخدم كلمة دقيقة جدا لم يقل وسعناها قال بنيناها بالماضي ولكن لم يقل وسعناها قال موسعون اسم فاعل يدلك على الاستمرارية هناك مثال آخر إذا أحببت على تطور معنى الكلمة أو معنى الحقيقة العلمية نعم عندما في عام 2000 قام العلماء بعملية حاسوبية دقيقة جدا لاكتشاف شكل الكون إذا نظرت إليه من الخارج وجدوا من خلال السوبر كومبيوتر وهو الجهاز عملاق الكمبيوتر العملاق وجدوا أن هذه المجرات تتوضى على خيوط طويلة ودقيقة جدا عجيب يمكن أن نرى الفيديو التالي الذي يوضح لنا ذلك هذه الخيوط المجرات شكلها يشبه النسيج متشابكة متشابكة إذا رجعنا إلى قوله تعالى والسماء ذات الحبك نرى في تفسير القرطبي معنى كلمة الحبك يقول لك إذا أجاد النساج أو الحائك الحياكة الله أكبر قالوا ما أحسن حبكه ما شاء الله إذا هذا المعنى ورد في القرطبي ناشاء الله وقال أيضا هناك معاني أخرى للحبك معنى آخر وهو تلك الأشكال التي ترسمها الأمواج على الشاطئ هي ما أطلقه الكون في بداية خلقه وموجودة هذه الأمواج حتى اليوم وأمكان قياسها ومعرفة شكلها المياه على الشاطئ الرملي تترك هذا الشكل من الأمواج الشكل يعني يختلف عن الموج العادي وبالتالي هذه النظرية أو هذه الفكرة تضاف إلى تلك رتق الفتاقناهما وتضاف إلى حقا لا يوجد تناقض بينهم أبدا 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 يقول الإمام القرطبي رحمه الله كلمة الحبك لها سبعة معاني تصور الله أكبر والمعاني السبعة موجودة في العلم سبحان الله أولا بمعنى النسيج المحكم المترابط على فكرة كلمة الحبك في اللغة الإنجليزية لا يوجد لها كلمة واحدة هم يعبرون بأربع كلمات نسيج سبحان الله محكم متعدد مترابط أربع كلمات ليعبروا عن كلمات القرآن عبرها بكلمة واحدة هي الحبك حتى الإعجاز لغويا سبحان الله تقول إن نسيج الكون قوي جدا جدا ويمسك الكون حقيقة دكتور أنا أشوف أنك أفهمتني وأفهمت كل من يتكلم بلغة الشك أعزائي المشاهدين نشكر الدكتور عبداء مكوحيل في نهاية حلقتنا ولا يسعونا إلي نقول حكم عقلك وقلبك واسأل نفسك أإله مع الله صدق الله العظيم موسيقى الوحي هل معطرا بالخير جاء أم نورا والغار غرد ذكره جبرين يبطر أكررا قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا موسيقى موسيقى